ماسيف ترانسفيوشن يعني ايه ماسيف ترانسفيوشن؟ يعني ان اقلت للمريض تقريبا عشرة كياس في خلال فترة 24 ساعة ودي ساعات بتبقى موجودة في بعض الحالات مثلا زي حادثة كبيرة زي عملية جراحية والشريان اتخبط بالمشرة وابتدى يفقد المريض كمية دم كتيرة ممكن تتقل له عشرة كياس او اكتر طيب في الحالة دي ممكن يحصل للمريض اللي بتنقل له الدم ده مشاكل ايه هي المشاكل دي بتاعت كو أجيلوباثي طبعا انت بتنقل له عشرة او اكتر من الأكياس ممكن تكون الفاكتورز فيها مش كلها موجودة بالنسبة مية في المية فبالتالي ممكن بتنقل له بيبقى عنده نقص فاكتور او اتنين او تلاتة وده ينتج عنه وبرولونجد بي تي اند بي تي تي لاختبارات التجلط كمان الصفايح ممكن تكون ايه قليلة عنده ثرومبوسايتوبينيا طيب هايبوكالسيميا احنا اتفقنا مع بعض نفيه ستريت والستريت بيمسك الكالسيم فالهايبوكالسيميا ممكن يحصل النقص في الكالسيم وتشنجات وتريمورز هايبوثيرميا ممكن الكياس دي ما تكونش ايه اتدفت كويس طلعت من التلاجة وبفوت الدفة وعدين تتنقل المريض يبني اعمل وورمينج وعدين ايه يعني ندف الكيس وعدين مكان ننقل هارت فيلير هنك كمية الدم الكتيرة ديت تبقى لوت جامد على الهارت وتقدي الى فشل للقلب هارت فيلير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة